في الفيديو ده هتكلم عن بعض الـ random variables المشهورة اللي بتظهر لنا وإحنا بشغالين دائما في the property دائما بيطلع لنا اثنين random variables مشهورين جدا هنتكلم عنهم النهاردة الـ random variables الاولين اسمه Bernoulli random variable ده بيظهر في بعض الـ situations و هنتكلم عنه عن distribution بتاعه ولكن في الاول عايزين نقول امثلة بيظهر ازاي يظهر فين فبسلا تخينات عندك الـ experiment القتية انك بترمي coin بس الـ coin ده unbalanced يعني احتمال ان يطلع وش head يختلف عن احتمال ان يطلع وش tail مش داي بعض ونعرف variable اسمه x اللي هو عبارة عن الفيس اللي بيظهر لي لما قرمي الـ coin فالـ x للـ outcomes الممكنة بتاعته هو head أو tail والـ PDF بتاعته هي sorry الـ PDF بتاعته probability mass function بتاعته هي P of x اللي هي بتسوي P لو x بتسوي head الـ P الـ P الـ P هنا في السياق بتاع الكلام بتاعنا هي probability of head طيب ده كده اسم برنولي random variable يبدأ من البرنولي random variable هو random variable عنده اثنين outcomes بنسمي واحد منهم بنسميه success وبنسمي التاني الفيل فالـ success والفيل ده مين الساكسس ومين الفيل ده بقى يعني بيختلف من سياق للتاني فمسلا هنا في الـ problem بتاعتنا دي الساكسس هو الـ head والـ probability بتاعت الساكسس بنسميها P وبالتالي لازم تكون probability بتاعت الفيل واحد ناقص P لان في الاغر لازم المجموع يكون بواحد فـ الـ random variable ده اسمه البرنولي random variable بيظهر معنا كتير جدا مثلا تعني ناخد اجزامبل تاني عندك صندوق ده في مجموعة من الكرات الحمرة والخضرة عندهم مختلف وديكم مثلا مثلا الـ example قدامي ده عندي عشر كرات حمرة وخمسة كرات خضرة وانا همدي ايدي جوز صندوق وطلع كرة فالكرة دي اما تطلع حمرة اما تطلع خضرة تفتكر الـ probability ان تطلع الكرة في ايدي دي حمرة هي ايه؟ هي عشر على خمستاشر انا عندي عدد الكرات الكلية خمستاشر خمسة خضرة وعشرة حمرة فـ probability ان يطلع احمر هو عشر على خمستاشر وـ probability ان يطلع اخضر خمسة على خمستاشر فحعارة random variable اسمه X X ده عبارة عن الـ color بتاع الكرة اللينا طلعتها فـ X ده ممكن يكون red ممكن يكون green ده كده برنولي random variable وبالنسباني مثلا حيكون الساكسس هو ان الكرة تطلع حمرة مثلا probability ان الكرة تبقى حمرة هو عشر على خمستاشر زي ما قلنا اللي هي اسمها P دي قدامي دي فـ PMS بتاع فـ P اللي هي بتساوي P لو X و واحد ناص P لو X طيب مثال تالت في الـ communication لو ان كان معنا communication system عندك transmitter بيبعت data receiver تمام؟ الترانزميتر بيبعت data التعالت دي اما فايل صوت فايل صورة ستريمينج فيديو اين كان مصدر الـ data فالترانزميتر بيبعت الـ data دي في الـ digital communication system 0-1 ده المعنى الـ digital فالترانزميتر دي اما بيبعت 0 اما بيبعت 1 فانا الـ X الـ random variable سيكون هو الـ bit اللي انا بيبعتها دلوقتي طبعا في نقطة مهمة في الـ communication system بعامة ان احنا دايما بنفترض ان الـ data هي حاجة random وده منطقي لان انا معرفش الترانزميتر سيبعتلي ايه انا كواحد بستقبل انا كريسيفر معرفش الترانزميتر سيبعتلي ايه لذا لو كنت اعرف الترانزميتر سيبعتلي ايه ما كانش يبع عندي مشكلة communication اصلا وده ما انا عارف هو سيبعتلي ايه فهي فكرة ان انا معرفش الترانزميتر سيبعتلي ايه فعشان كده الـ data هي في الاخر هي شيء random فهي عبارة عن 0-1 و 0-1 دول random بالنسبالي ممكن في بعض السورسس بيطلع ان الـ property ان انا يبع عندي 1 اقبل الـ property يبع عندي 0 يعني مثلا الفايل ده ما انا بعته اللي وحايد فيه اكتر من النصفار فمعنى كان ان الترانزميتر الـ property انه يبعتلي دلوقتي 1 هي اكبر من الـ property انه يبعتلي 0 لان السورس اللي هو اصلا اللي بيبعت منه ده غالبية وحايد مثلا يعني فانا انا عارف ان variable اسمه x الـ bit اللي هي بتتبعت دلوقتي فده بردولي random variable لانه عنده احتمالين يعني ما يبعت 1 يعني ما يبعت 0 نفترض ان احتمال الساكسس هنا هيكون هو 1 تمام والـ property بتاعت هذا الـ 1 الساكسس هي P فيبقى الـ P الـ PDF بتاعته هي عبارة عن P لو X بواحد 1.P لو X بزير الـ random variable التانى هو الـ binomial random variable ده له علاقة بالبرنول اللي انا كدرس نتكلمين عنه عشان نسهم ما جاي منين تعاد ناخد example نفترض ان انا عندي نفترض ان انا عندي برضو ده في التجربة اعتنادي برمي كوين بس المرادة انا برمي M برمي مثلا 3 كوين مش كوين واحد وحعرف ان الـ variable الاسمه X هو عبارة عن عدد الـ heads اللي هتطلع في الرميات دي عدد الـ heads اللي هتطلع في الرميات دي طيب ف ف X ده اسم الـ binomial random variable تمام طيب نفترض ان انا عندي الـ probability P هي الـ probability ان انا يبقى عندي head في الكوين الواحد ان انا يبقى عندي head و X ده هو عدد الـ random variable يعبار لي عدد الـ heads اللي هتطلع في الـ M رميه اللي انا عندي مشتوفة انه لو ان احنا قلنا M الثلاثة المسلين في الرميات دي طيب فانا عايز اجيب بها دلوقتي اعرف الـ PMF بتاعة الـ random variable ده يعني الـ probability بتاعة كل outcome ممكن لهذا الـ random variable طيب انا بقول X ده عدد الـ heads اللي ممكن تطلع من الثلاثة رميات طيب تفتكر الـ outcome الممكن للـ variable ده اين انت عندك ثلاثة رميات و اقول X ده عدد الـ heads اللي فيهم طيب ممكن يطلع صفر يعني انت لقمينة الثلاثة وطلعوا الثلاثة T او يطلع عندك head واحدة لو انت الثلاثة coins طلع منهم head واحدة او يطلع اتنين او يطلع ثلاثة هاي الـ outcomes الممكنة من صفر لثلاثة دي احتمالات الممكنة للـ binomial random variable X تمام؟ طيب عايز اجيب بقى list of properties كله احمل لهم يعني اكتب الـ p من افتر تحت الـ random variable طيب ناخد example ونشوفها تطلع ازاي اما الثلاثة P بتساوي الـ p بتلت طيب ايه الـ outcomes الممكنة للثلاثة رميات دول الـ list اللي قدامي دي HHH HTH THT 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 دي احتمال الممكنة حتى ان هما دايما بيطلعوا اثنين قص ثلاثة اثنين قص ثلاثة اثنين قص ثلاثة اثنين قص ثلاثة ايه الـ probability ان X تبقى بصفر X تبقى بصفر يعني كلهم T يعني دا بيكورسفند للحالة دي فقط طيب الـ probability بتاع دا ان دا يحصل ايه ان يطلع لي في اول رمية T ويطلع لي في تاني رمية T ويطلع لي في تاني تالت رمية T طيب ايه احتمال ان اول رمية تبقى T واحد نقص P طيب احتمال ان التاني رمية تبقى T واحد نقص P برضو وتالت رمية واحد نقص P فان يطلع الثلاثة يعني دا في دا في دا يطلع واحد نقص P قصف ثلاثة طيب ايه احتمال ان X تبقى بواحد امتة X تطلع بواحد يعني لو بطلع لي head واحدة بس خلي بالك انت عندك بيطلع لك head واحدة بس في ثلاث حالات مختلفين فدي هي اللي X فيها بواحد حالتها دي كده X بصفر طيب في الثلاث حالات دول عشان يطلع لي head واحدة بس يبقى عندي اتنين T واحدة head فعشان يحصل اتنين T بقى انا رازم يبقى عندي واحد مقص P سكوار عشان يحصل T و T وهد يبقى تدرب كمام في P تمام؟ طيب خلي بالك ان انت بقى دا ممكن يحصل بثلاث طرق مختلفة عشان كده الرقم دا يتضرب في كام في ثلاثة لانك عندك الثلاث حالات طيب الثلاثة دي كام؟ تفتكت كد كام؟ هتلاقينا الثلاثة دي ممكن نكتبها على هذه الصورة ثلاثة سي واحد يوتها تاتا اقع تنين طيب ثلاثة سي واحد تتا 很 إكسي بيتنين يعني ايه اتلاقي اتنين هادز عندك كم احتمال عندك دول كلهم فيهم اتنين هادز طيب البربيلتي بتاعت كل واحد فيهم ببرا عن ايه ان يطلع لك واحد تيل واحد ناص بي ويطلع لك اتنين هادز بقى بي وس اتنين طيب كم حالة دول كم كيس ثلاثة حتلاقي ان الثلاثة دي ممكن نكتبها على هذه الصورة طيب ايه احتمال ان البي ان ال اكس تبقى بتلاتة اكس بتلاتة هادز فدي حالة واحدة بس اللي هي اللي فوق فدي تطلع بتساوي بي وس تلاتة وهي حالة واحدة في خلاص طيب معنى كده ان البي اوف اكس انها تكون بتساوي اي حاجة ار مثلا فده بيساوي ام سي ار في بي وس ار في واحد نقص بي وس ام نقص ار الكلام ده جاملين تعال نطبق اكس التلاتة يعني عوضلي عن ال ار بتلاتة و ام التلاتة ما عندي فيبع عندي ام التلاتة وال ار بتلاتة ام تلاتة سي تلاتة دي بواحد بي تعوض عنها تطلع بواحد بي وس تلاتة واحد نقص بي قص ثلاتة من قص تلاتة بصفر يعني واحد يعني حاجة قص صفر بواحد يبقى التلاتة يعني لما ال ار بتلاتة بقص ثلاتة يطلع بي قص ثلاتة تعال نجرب اجزامبل تاني تعال نحط مثلا ارب واحد ارب واحد يبقى انت عندك انا واحد دي بتلاتة بي ار بواحد واحد نقص بي قص ام نقص ار ثلاث نقص واحد يعني باثنين يعني المعنى الكلام دي سيتلع بيسيو تلاتة سي واحد بي واحد نقص بي قص اثنين تلاتة سي واحد احسب عواضع عنها تطلع بتسوي تلاتة دي اللي هي مين اللي هي دي صح بلا كلام مضبوط